ولمناقشة تداعيات هذا القصف الصهيوني على ميليشيات تابعة لإيران في سوريا ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الخبير العسكري السوري العقيد أحمد حمادة مرحبا بك معنا أهلا وسهلا أسعى الله ومساءكم وكل عام وأنتم بخير أهلا بكم لم تمضي ساعات كما تعرف على القصف الذي استهدف مواقع ميليشيات حزب الله في درعة حتى استهدفت ميليشيات تابعة لإيران في سوريا ما تحليلك لهذه الضربات التي تستهدف أكثر من جهة تعمل مع إيران أو حليفة لإيران أخي الكريم بالنسبة للتواجد الإيراني والتواجد حزب الله والميليشيات التابعة لإيران هو يشمل كل الأراضي السورية فمثلا في منطقة الجولان هناك توزع جغرافي لهذه الميليشيات تبدأ من جبل الشيخ من منطقة حضر بيت تيمة بيت سابر وحتى عين النورية وحتى القنيطرة الحميدية مدينة البعث العمالية تلول الحمر كل هذه المنطقة في القطاع الشمالي تحتلها الميليشيات الإيرانية حتى تلول فاطمة ودير ماكر باتجاه دير العدس هذا في هذه المنطقة إسرائيل ترى هذا الوجود يشكل خطرا عليها لذلك رأينا بأن هناك اتفاقات ما بين إسرائيل وروسيا من أجل خروج إيران ولكن إيران لم تخرج من هذه المنطقة كما تم الاتفاق مع الروس لذلك نرى أن إسرائيل تقوم بين الفينة والأخرى بقصف هذه الأماكن التي تتوضع فيها هذه القوات كما حصل بالأمس في منطقة تلول الحمر وفي منطقة معاريا في الجنوب في محافظة درعة وكذلك في منطقة القنيطرة اليوم تم قصف ثكنت الحسن بن الهيسم في منطقة حمص القريبة من مدينة حمص وهو معسكر تدريب جامعي تعتبره القوات الإيرانية مركز قيادة وعمليات للحرس السوري الإيراني كل هذه المناطق تستهدف إسرائيل منها القيادات، مقرات السيطرة والمستودعات حيث تنشئ إيران قواعد إمداد متقدمة في كل مكان السؤال لسيادة العقيد ما أسباب السهداف القيان الصهيوني لتلك القواعد وتلك القيادات كما تفضلت؟ بالنسبة لإيران كما قلت هي تستقدم الأسلحة وتستقدم الميليشيات وتريد أن تجعل من سوريا ساحة عسكرية أو قوات عسكرية إيرانية دائمة في هذه المنطقة وأتوقع بأن إسرائيل لا تريد أن تكون هناك قوات دائمة إيرانية في سوريا هم سمحوا للإيرانيين والميليشيات الإيرانية لتدخل إلى سوريا من أجل قتل الشعب السوري وإنهاء ثورته أما أن تكون هناك قاعدة خارج الاتفاقات فهذا ما يجعل إسرائيل تقوم باستهداف هذه الوحدات أو هذه المناطق وهذا يدفعنا إلى السؤال عن تأثير هذه الضربات على القدرات القتالية للميليشيات الموجودة هناك هل تؤثر فعلا على القدرات؟ لا أتوقع بأنها تؤثر على المدى البعيد هذه الوجود الإيراني ووجود الميليشيات الإيرانية وقواتها مستمد من وجود بشار الأسد وهذه العصابة في الحكم في سوريا من يريد أن يطرد الإيرانيين وهذه الميليشيات الطائفية من سوريا عليه أن يخلع نظام الحكم ويقدمه للمحاكمة هذا بالتالي يتم طرد الإيرانيين أما بهذه العملية الإسعافية لا يمكن أن يتم طرد الإيرانيين ولا يمكن أن تؤثر على القدرات القتالية إلا إذا كانت هناك حرب شاملة على هذه العصابات وهذه الميليشيات ولا تقتصر على القوات الصاروخية أو الجوية يعني يجب أن تكون هناك دعم للمعارضة السورية في الداخل والمعارضة السورية في الداخل هي التي تستطيع أن تطرد الإيرانيين وتقوض هذا الوجود الذي أوقفت الولايات المتحدة وكل دول العالم تقديم المساعدات لثوار أو ثورة السورية منذ عام 1918 لعلك تلاحظ سيد أحمد أنه لا يوجد رد في العادة على القصف الصهيوني سواء لميليشيات تابعة لحزب الله اللبناني أو ميليشيات تابعة لإيران أو حتى لمراكز ومقرات خاصة بالنظام السوري لا يوجد رد في العادة لماذا لا ترد هذه القوى على العدوان الصهيوني عليها بالنسبة للرد أولا الجوي أو التصدي كما يبدع النظام فإن المنظومة الصاروخية أو الدفاع الجوي المتواجد في سوريا هو من الحكم السوفيتي القديمة من بانستر واس 300 وغيرها من هذه الأسلحة التي لا تغني ولا تثمن هي لم تسقط طائرات ولم تسقط كذلك صواريخ أما الرد الأرضي من هذه الميليشيات فتعرف أن إيران وهذه الميليشيات غير قادرة على الرد أو غير قادرة على الصراع مع العدو الإسرائيلي بشكل موسع يعني هي لا تريد توسيع هذه المعركة أو تريد أن تخلق معركة هي فقط تكلف نفسها المعركة ضد الشعب السوري من أجل السيطرة على سوريا كما سيطرت على لبنان كما سيطرت على العراق كما تسيطر كذلك على اليمن أما العدو الصيوني فلا أتوقع بأنه خارج حتى الآن خارج الحسابات الإيرانية وكل ما يظهره الإيرانيون من شعارات ما هي إلا شعارات زائفة نعم إذا حولنا السؤال عن ربط هذه الضربات بالقرار الألماني الخاص بحزب الله حضر حزب الله والترحيب الأمريكي بذلك هل فمت ربط بين هذه القضايا؟ أولا هذا القصف هو سابق للإعلان الألماني وكذلك تبعه النمساوي والإنجليزي ونتوقع بأن كل دول العالم تقوم بحظر هذا الحزب الإرهابي الذي أثبت إرهابيته فهو قاتل وهو متعدي على الجوار وكذلك حزب يقوم بتبييض الأموال وتجارة المخدرات هذا ما نراه من خلال الصفقات التي تم كشفها في المملكة العربية السعودية وكذلك في مصر من خلال علب الحليب وعلب المتة وكذلك اليونان إذن اليوم إيران وحزب الله وهذه الميليشيات تدير حربا ضروسا ضد الأمة العربية أولا حرب عسكرية وثانيا حرب من المخدرات من نوع آخر لذلك القرار الألماني والذي تبعه من النمسا وكذلك بريطانيا وربما تتبعه غير دول ربما يشجع إسرائيل ويشجع كل القوى المتواجدة على الساحة في هذه المناطقة على قتال حزب الله وعلى طرد حزب الله من المناطق من إسطنبول الخبير العسكري السوري العقيد أحمد حمادة شكرا جزيلا لك